بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن ولاه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم إخواني أخواتي تلاميذي الأعزاء في فيديو جديد على القناة نحن ندير اليوم بإذن الله درس للغة الأنجليزية يحتاجه تحسن الثلثة ابتدائي ويحتاجه تعل أولى متوسط ويعتبر مراجعة لكل سنوات المتوسط بإذن الله نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه إلى يوم الدين ونبدأ على بركة الله بسم الله كما راكم تشوفوا في عنوان الدرس رح نقرأ الضمائر رح نقرأ الضمائر اللي هي باللغة الفرنسية والضمائر باللغة العربية وعلى بركة الله نبدأ بأول مجموعة هي ضمائر المتكلم ضمائر المتكلم في اللغة الفرنسية في اللغة الأنجليزية عفواً يسميوها في اللغة الأنجليزية first person يعني المجموعة الأولى ولا مجموعة الأشخاص الأولى وشكون هي ضمائر المتكلم إحنا في اللغة العربية عندنا أنا ونحن أنا ونحن وفي اللغة الفرنسية عندنا جو ونو هذو هما ضمائر المتكلم هما جو كي نعود مفرد ونو كي نعود جمع في اللغة الأنجليزية ضمائر المتكلم هي آي آي كي تعود مفرد معناها أنا ونوي كي تعود جمع معناها نحن ضمائر المتكلم في اللغة الأنجليزية هي I معناها أنا وي معناها نحن مثلا نقول I am a teacher مثلا my name is Sarah I am a teacher بعد راح نهضروا على le verb to be هذا اللي ما تصلحش الجملة في اللغة الأنجليزية إلا من خلاله هنا راح نقولكم فقط إنه كي نحب نعبر على نفسي نستعمل I يعني أنا للمفرد وكي نعودو group ولا مجموعة ونبغي ونستعملو ضمائر المتكلم في الجمع راح نقول we معناها نحن مثلا آية Selma we are sisters مثلا آية وسلم يهضروا على بعضهم يقولوا نحن أخوات مثلا we are sisters نروح لضمائر المخاطب ضمائر المخاطب اللي هي في اللغة الأنجليزية يعيطر لهم second person second person عندنا ضمائر المخاطب في اللغة الأنجليزية أسهل منها مكاش باسكن تستعملو فرد ضامير اللي هو you تستعمل في التعبير عن المفرد في محل أنت وأنتي كما تستعمل في التعبير عن الجمع في محل أنتم أنتنا أو أنتما المخاطب جميعا نحن في اللغة العربية عندنا أنت أنت أنتما أنتما أنتم أنتنا هما في الأنجلي عندهم you كما في الفرنسية عندنا tu كي تعود مفرد وعندنا vous كي تعود جمع par contre في اللغة الأنجليزية عندنا فرد ضامير اللي هو you you يستعمل للمفرد ويستعمل للجمع يستعمل للمفرد ويستعمل للجمع مثلا نهدر مع طفلة وحدها نقولها مثلا Selma you are my friend you are my friend ومثلا كنجي نهدر مع مجموعة نقولهم مثلا مثلا مجموعة من الأولاد نقولهم boys you are late you are late أنتم متأخرين مثلا على موعد الدراسة على ضمائر المخاطب في اللغة الأنجليزية second person تلخصت في كلمة وحدة وهي you you كنجي نهدر مع واحد ولا نخاطب شخص ولا فتاة ولا طفل ولا مجموعة ولا شخصين ولا نساء ولا رجال المهم للذكر للأنثى نقوله you you للمذكر للمؤنث للمثنى للجمع للمفرد للمخاطب للمخاطب نستعملها أثناء الكلام مع شخص آخر إذن ضمائر المتكلم عنه زوج ليهما i للمفرد وتعني أنا و للجمع تعني نحن أما ضمائر المخاطب فهي كلمة واحدة ولا الضمير واحد نستعمله في جميع الحالات مع أنت يحل المحل أنت أنت أنتما أنتما أنتم وأنتنا هو you نروحوا للضمائر الغائب ضمائر الغائب هما third persons ضمائر الغائب في اللغة الأنجليزية لازم تعلموهم ليهما أربعة للمفرد المذكر ليهو هو اللي بالفرنسي نقوله ill نعبره عليه به هي تستعمل للمذكر المفرد الغائب ضمائر الغائب في اللغة الأنجليزية اللي نسميوها third persons في اللغة الفرنسية هي هو ill ضمير مفرد مذكر غائب نستعملو هي مثلا علي is my friend he is a good person مثلا نقول علي هو صديقي هو شخص صيف جيد بش ما نعاودش علي بش ما نعاودش لسجت تاعي subject my subject بش نيفيتي la repetition وش ندير نعاودو بضمير كما نديرو في اللغة الفرنسية كنجي نهدر على شخص مذكر مفرد نستعمل اسمه مثلا نقول علي ومبعد كنجي نعاود الجملة ولا نعاود نذكر في اسمه نعاود ب إل ولا نعاود بهو باللغة الفرنسية العربية والفرنسية باللغة الانجليزية الضمير إل ولا الضمير هو نقول له هي علي is my friend فتاة ولا she is ليلة she is very beautiful هي ليلة وهي جميلة جدا هو نقول هي هي نقول شي عنا ضمير آخر في اللغة الانجليزية هو it حل محل هو وهي يعني نعبره بعلمه ذكر وعلمه أنث في نفس الوقت ولكن تستعمل لغير العاقل وش معنى تها لغير العاقل للجماد أو الحيوان مثلا طب لا نقول it is a table it is a table ما نقول it is a cat it is a cat إنها قطة it is a table ما نقول she is a cat ما نقول هي قطة ونستعمل شي تاع الأشخاص تاع الناس لا نستعمل تاع animals نستعمل eat لغير العاقل نكتبها لكم دقيقة والواج تستعمل للحيوان أو الجماد كي نجي نحضر على جماد ولا حيوان نستعمل الضمير الغائب it it معناها هو وهي لغير العاقل مثلا it is a cat it is a table it is a table نروح للجماع في الجماع عندنا ضمير واحد يحل محل هم وهنا وهما للجماع عندنا ضمير واحد يحل محل هم وهنا وهما لهو ذاية ذاية تستعمل أيضا للجماد والحيوان مش كما مثلا في المفرد عنا ita حتى الجماد ولا الحيوان نستعملوا they هي للجماع في اللغة العربية تحل محل هم وهنا وهما يعني نقدر نعبر بها على الجمع والمثنى سواء مذكر أو مؤنث ونزيد نستعملها في التعبير عن الحيوان أو الجماد ضمائر الغائب هي هي معناها هو شي معناها هي وعنا it معناها هو وهي تستعمل للتعبير عن الغائب المؤنث والمذكر ولكن لغير العاقل يعني بينقوسين الجماد والحيوان كما نقول it is cat يعني إنها قطة ولا هي قطة ونقول it is table هذه ولا هي طاولة تفهمنا هي طاولة ألو نديروا ضمائر الضمائر نسميوهم ضمائر الفاعل في اللغة الإنجليزية كما هي الضمائر التي نضعها في بلاسة الفاعل تعوذ تعوذ أو تنوب عن الأسماء وتحلوا محل الفاعل كما الضمائر تعنا في الفرنسي إلو آل نو جو فو هذو كل خي قلنا هي ضمائر يكونوا هما ديريكتما لسيج يعني نعوضوا بهم لسيج لعدم تكرر وشي هي نعودوها بساري عنا آي معناها أنا هي هو شي هي إت هو وهي لغير العاقل يعني للجماد والحيوان يو قلنا تعوض المخاطب كامل اللي هو أنت أنت أنتما أنتنا وي تعوض نحن وذي تعوض هم هو هما وهنا وتستعمل للأشخاص والجماد إذن عندنا آي أنا شي هي هي هو إت لغير العاقل يعني هو وهي قلنا نهضر عليها نستعملها كنجي ونهضر على جماد ولا حيوان وعن وعننا يو قلنا تعوض ضمائر المخاطب كامل اللي هما أنت 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 وعننا وي تعوض نحن وذي تعوض هم هما وهنا يعني ضمائر الغائب جمع بهذا القدر إن شاء الله نتمنى نكون فيتكم اذكرنا ضمائر اللغة الإنجليزية ضمائر المتكلم ضمائر المخاطب وضمائر الغائب نتلاقوا في فيديو قادم إن شاء الله مع فيديو جديد ودرس آخر دمتم في رعاية الله وحب ذي والسلام عليكم